بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أهلا وسهلا بحضراتكم ونلتقي في هذا الحديث حديث الروح لنتذاكر ونتذكر ما يصلح الله به النفس والروح وكثير من العباد ينسون أنهم مستخلفين في الأرض ليحافظوا على نعم الله سبحانه وتعالى فيها وليؤدوا حقوقها وليؤدوا شكرها الذي ينسى شكرا نعمة ينذره الحق سبحانه وتعالى بمثل قوله على خلاف من يحسن شكرا نعمة فهناك من يسيء شكرا نعمة وهناك من يحسن شكرا نعمة وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ لَإِنْ كَفَرْتُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ وَدَاوِمْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الْإِلَهِ فَإِنَّ الْإِلَهَ سَرِيعُ النِّقَمْ هو سبحانه وتعالى يزيد الشاكرين ويسلب من لا يرى شكرا نعمة والعياذ بالله أيها الإخوة الكرام لهذا نهى الشرع عن الإسراف ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين الإسراف لون من بطر النعمة والإسراف لون من أن الإنسان يستقل نعمة الله سبحانه وتعالى عليه الإسراف حتى في الوضوء والغسل حتى في الوضوء والغسل منهي عنه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسراف في ماء الوضوء والغسل وعلمنا العلماء أن ما دمنا في حاجة إلى الماء في شأن من شؤون حياتنا فإن علينا أن نراعي ذلك حتى ونحن نتوضى حتى ولو لم نكن في احتياج فإن الاقتصاد والاقتصار مطلوب في ذاته وقد كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد من الماء ويغتسل بالصع وقبضتان يقبضهما الإنسان بالماء هما قدر وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا؟ إنه يعلمك أن هذه النعمة لا ينبغي أن تسرف فيها هذه الماء نعمة جعلها الله سبحانه وتعالى بابا للتعبد ومع ذلك لا ينبغي أن تسرف فيها قال ولا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار لا تسرف الإسراف سبيل الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أيها الإخوة الكرام والإسراف في الطعام حتى ولو كنت من باب الإكرام فأعددت ما يزيد على إطعام الناس ثم قال وعلمت أن ذلك يأول في النهاية إلى أن يلقى الطعام والعياذ بالله وهو نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة من الله سبحانه وتعالى يلقى الطعام فلا ينتفع به من ناحية ولا يسد جوع أحد لا ضيف ولا فقير ولا غيره من ناحية ثم هو يصير وعد ذلك طعاما فاسدا يضر الناس من ناحية ثالثة هذا لون من التبذير والإسراف يجعل صاحبه في موضع الحرج والإثم والعياذ بالله الإسراف شيء صورة من صور الفساد في الأرض ينهى الله سبحانه وتعالى عنها ويجعل صاحبها في موضع الذنب والعياذ بالله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أشمعين شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين شكرا للمشاهدة